نبدأ باسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في قناتكم قناة الكورة اليوم لا تنسوا الاشترك في القناة والإعجاب بالفيديو حسم صنداونز تأهله إلى نصف نهائي الدور الإفريقي بعد التعادل سلبياً أمام بترو أتليتكو في إياب ربع نهائي وكان صنداونز قد تغلب على بترو أتليتكو خارج ملعبه في الذهاب بهدفين دون مقابل وخاض صنداونز مباراة الإياب بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة الثانية بعد طرد مبكر لموثوبي مافالا مدافع الفريق الجنوب إفريقي وتأهل صنداونز لمواجهة الأهلي في نصف نهائي والمقررة يوم الأحد 29 أكتوبر والأربعاء 1 نوفمبر المقبل وكان الأهلي قد تأهل بعد التعادل ذهاباً وإياباً مع سيمبا ولكنه صعد بأفضلية التسجيل خارج الأرض وتعرض مافالا لطرد مبكر في الدقيقة الثانية بعد عرقلة مهاجم بترو أتليتكو المنفرد وكاد سيرينو أن يفتتح التسجيل لصنداونز في الدقيقة ثلاثة عشر رغم النقص العددي ولكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح وواصل صنداونز اعتماده على الهجمات المرتدة بتسديدة قوية في الدقيقة خمسة وثلاثين ولكن مرت بجوار القائم وحاول بترو أتليتكو السيطرة على الكرة مع محاولات من أجل التقدم ولكن صلابة دفاع صنداونز حالت دون ذلك ترجمة نانسي قنقر